السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهلا مرحبا بكم في مادة التريبة البدنية والدفاع عن نفس لي дан شاء الله سأكمل درستنا في الحصة الماضية لكن قبلها سنأخذ مراجعة بسيطة تريد اتكلم نقاط مهمة في درسنا في الحصة الماضية وبعد ابن الله هذه هي اختي اللياه نوي بسيطة وسهلة وبعدها سنتقل لي درسنا اليوم وأخيرا سنأخذ مراجعة بسيطة ، مراجعة عامة ندخل مع بضل الآن إلى مراجعة بسيطة أعدامنا في الحصة الماضية تكلمنا بحصل ماضية عن منطقة اللعب أو الملعب تذكرنا أن أرض الملعب عبارة عن وسط طيل 18 متر فيه 9 متر ومحاطة بمنطقة حرة شد أمامكم الآن هذا شكل تقريبا ملعب كرة الطائرة وأيضا خطوط الملعب يجب أن تكون باللون الفاتح مثل اللون الأبيض ويكون بعرض 5 سانتي وأيضا الفوز بالشوط لابد أن اللاعبين أو الفريق إحراس 25 نقطة أول متقدم نقطتين على الأقل وفي حال التعادل 24-24 يسلم للعب حتى يصل الفارق نقطتين 24-26 أو حتى 25-27 الفوز بالمباراة يفوز بالمباراة الفريق الذي يفوز بثلاث أشوط في حال التعادل 22 يلعب الشوط الفاصل الخامس إلى 15 نقطة يتقدم أيضا نقطتين كحد أدنى والآن ننتقل معه ثمن اليوم تمرين بسيطة سهلا بإذن الله نبلج المعلان يكون جاهز ومستد لتمريننا اليوم نبلج المعلان مقوف بسزير رياضي المناسب ويضمي اختيار المكان المناسب تمري الأول ماشي بمكان بصرعة خفيفة وبعدها ننتقل لصرعة متوسطة في المكان نبلج المعلان مقوف ما بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشر استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أمتازين سبعة ثمانية تسعة عشر استمر بصرعة متوسطة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين الثاني وقوف أخذ خطوة للجانب وتصفيق عاليا ثم رجوع الوضع البداية ثم انتقال إلى الجهة الأخرى والتصفيق عاليا دمجهز مع بعض تمرين يبتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشر استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشر قف تمرين الثالث وقوف يكون شكل جانبي رفع الذراعين إلى الأعلى بعد رفع القدم يكون مستقيم ولمس الركبة والرجوع ثم قدم الأخرى الجميع جهز مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة عشر استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة تسعة عشر استمر الجل الأخيرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ريح بالمكان تحرك كثير قضية مشكلة جدا بسيط مستمرين ممتازين أبطال خطوة أمام نرجع مرة ثانية نستمر بالحركة أبطال نهادي شوي قف ريح بالمكان أخذ شغل زفير مع بعض مرة ثانية أخير متازين أبطال ننتقل الآن ونتعرف على درسنا اليوم نبدأ ستكلم عن ألعاب تمهدية في لعبة كرة الطائرة في البداية تكلمنا عن كرة الطائرة وهي إحدى الألعاب أو الرياضات الجماعية تكون بين فريقين تلعب على ملعب مستطيل الشكل ويفصلهم شبكة في المنتظر وأيضا من الأمثلة ألعاب التمهيدية في لعبة كرة الطائرة عندنا رقم واحد لعبة تغيير مكان الكرة وأيضا من الأمثلة لعبة تمرير الكرة الطائرة من أسفل وأيضا لعبة التصويب على الهدف اليوم ذن الله نركز أكثر على اللعبة الأولى وهي لعبة تغيير مكان الكرة في البداية لعبة تغيير مكان الكرة نحتاج إلى عدد طلاب من 6 إلى 10 طلاب وأيضا مكان تكون ساحة ساحة واسعة وأيضا الأدوات المطلوبة نحتاج إلى كور طائرة وأيضا لأطواق لأن ع empt نحتاج إلى الكرة تكون ممسك بها الطالب وكرة تكون على الأرض بين أو داخل الطاق الأول والطاق الثاني التنظيم والتشكير يكون الطالب على ركبتين يكون طوقين على الأرض والكرة تكون الأولى على الطق الأول والكرة الثانية ممسك بها الطالب طريقة اللعب يتم رفع الكرة إلى أعلى ونقل الكرة إلى الدائرة الثانية وبعدها مسكها باليدين نجد مع بعض الآن مقطع توضيح وضخح طريقة الأداء الصحيح مع بعض لحظة الآن رفع الكرة إلى أعلى ونقل الكرة إلى الجهة الأخرى ممكن تكرار هذا المهارة أو اللعبة حسب طريقة المعلم إلى تسعة وعشر مرات وبعدها ممكن تمريرها إلى الأعلى باستخدام أصابع اليدين شاهد مرة أخرى تمريرها إلى الأعلى ومسكها مع تغيير مكان هالكرة وأيضا ممكن استخدام كرنام العاب ممكن تمرير الكرة إلى الأعلى وأيضا الرجوع مرة أخرى وتمريرها ونقل الكرة من تجاه إلى تجاه الآخر كيف نريد أن أدي هذه اللعبة أو المهارة بالطريقة الصحيحة ويهتم برير الكرة بالأصابع؟ الرقم واحد وقوف فتحا باتساع الحوض مع ثاني ركبتين قليلا وميل الجذع الأمام قليل والنظر ابتجاه الكرة ثانين يتم وضع ليدين متجاورتين أمام الجبهة مع فرد الأصابع وتباعدهم هو تكون برعان مثنية دائما تكون في هذه المهارة تكون برعان مثنية بشكل جدا بسيط ومتجهة دائما إلى الأعلى شهدنا أمامكم الآن دائما نستخدم في هذه المهارة الأصابع ليش؟ لتمرير الكرة إلى الأعلى أو إلى تجاه المطلوب وأيضا لمس الكرة بأطراف الأصابع مثل ما ذكرنا مع دفعة للأمام أو للأعلى وهي خطوة تمرير الفعلية هذه المهارة أو لعبتنا تمرير الكرة إلى الأعلى بعدها ممكن أخذ الكرة ونقلها من مكان إلى مكان آخر رابعا متابعة حركة تمرير بمد ركبتين للأعلى ومد ذراعين للأمام الآن في ثاني ركبتين ومد ركبتين ومد ذراعين إلى الأمام حتى وصول تقريبا إلى الوضع الوقوف شهد الآن قد تضيح وضعنا طريقة تمرير الكرة بالأصابع الأمام أو حتى للأعلى أو الأمام شهد الآن تمريرها يكون للأصابع وأخذ خطوة لكانت الكرة بعيدة أو أوقوف في نفس المكان الآن ننتقل إلى مراجعة بسيطة عدر السناء اليوم صح الخطأ؟ من خطوات الأداء الصحيح لتمرير الكرة بالأصابع الوقوف فتحا باتساع عيش باتساع الحب مع ثاني ركبتين قليلا وميل الجزاء قليل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة هذه من خطوات الأداء الصحيح لتمرير الكرة بالأصابع ممتازين أبطال هذه من إيش؟ من العبارات الصحيحة كذي يا صدقائي يصير تعرفنا مع بعض على أحد ألعاب التمهيدية التمهيدية في لعبة كرة الطائرة استخدم فيها الأصابع أو تمرير الكرة للأعلى ومسكة أو تمريرها إلى الأعلى ونقل الكرة من مكان إلى مكان آخر ما ذكرنا؟ هذه اللعبة تعطينا تمهيد إليش؟ إلى تمرير الكرة بالأصابع وهي أحد المهارات الأساسية في لعبة كرة الطائرة ممكن نستخدم هذه المهارة في الإعداد أو في تمرير الكرة من زميل إلى زميل آخر إن شاء الله جميع نطبق معنا واستفاد يعطيكم العافية جميعا عن الحسن إنصاتكم استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته